ما يخص أزمات اللاعبين وانتقالاتهم وهنا القضية اللي عملت بومنج شوية لفترة اللي فاتت قضية إمام عشور وانتقاله للنادي الأهلي إمام عشور طلح هنا في قناة الأهلي من كام يوم مع الكابتن شوير وقال الحقيقة ده مغة وما كانش مطالب يقول غير كده قال الكابتن الخطيب في أول لقاء ليه معايا في معسكر النمسا قال لي كلمتين اتنين في دقيقة أو ديتين ركز في الملعب مالكش دعوه بكل اللي بيتقال وإيه وما تخسرش جمهور الزمالك بصوا رئيس النادي الأهلي حريص قد إيه على العلاقة لللاعب عنده مع جمهور الزمالك ده الاحترام الحقيقي وده الرياض السليم وده النادي الأهلي وسوابته تفضل برغم وضوح الرأي يعني أنا أفهم إن أنا كصحفي ممكن أفضل أردد كلام غلط حتى يظهر الحق المفروض رأيي يستند إلى المعلومة الصحيحة ما تقيلك إنما أنا أمفيها وارفضها عشان أعوم في الاتجاه التاني لا بلوم جدا وبعتب جدا جدا على الزميل ماهر غريب وهو شخص مهزب كان هو وصديقنا علاء عزة والصديق العزيز النقد الكبير شريف عبدالقادر في ضيافة الكابتن أحمد حسن اللي معرفش يسيطر على الحوار في لفظ حدث فيه تجاوز بحق النادي الأهلي من الزميل ماهر غريب نشوفه هل إمام عشوري النهائي دا كان موفق في حلقيته مع الكابتن شو بيه إنه ويطلع النهائي دا يقول إن أنا ويحت النادي الزمالك ويبعا كي نادي الزمالك ما يديش بها فبالتالي ويحت النادي الأهلي طبعا ما كانش موفق خالص لأنه حتى حصل جدل كبير جدا بسبب تصرحاته وتحديدا في جزئية دي وفي جزئية تانية هكلمك فيها بعض دك شوية حتة إن انت روح للنادي الأهلي عشان زي مالك ما خداكش خلت جمهوري أهلي زعلان منه بعض الشيء لأن انت المفترض ما تبينش إنك روح للنادي الأهلي مضطر إنه هكتش لقي نادي تلعب له إن خلاص عايز ترجع من الاحتراف من دونمارك فالزمالك ما عندهش قدرات مالية فأنت شهر ونص زي ما هو ذكر في تصرحاته مين لأك الجمهوري أهلي زعلان منه؟ من قطع ليه بس؟ إنت النهاردة لما تصور إنك رعبت النادي الأهلي مضطر مضطر أكلامه مع كابتن شوية يبين ويبين ما أهلي ملش كدو لما جالوا العرض المكالمة معارض من الأهلي يعني العب لما رجع من دونمارك خيار الأول جمهور الأهلي ما زعلش منه هو أنت بتجلم عن جمهور الأهلي و أنت سألت جمهور الأهلي واحد و واحد عشور هنا بقى الكلام ما خادش بقى الجملة لما كابت الخطيب بيقول الإيمان ما تزعلش جمهور الزمالك منك ما تخسرش جمهور الزمالك ما تزعلوش منك إداله منهج للتصرف أنت هتخسر جمهور الزمالك أن تقلل من علاقتك بالزمالك و أنا طول عمري أصينا و أنا طول عمري شغفين و أنا طول عمري أولا كابتن إمام عشور وهو في نادي الزمالك لما غادره كان مش متخنن و حيرجع على النادي الآلي و عندما عاد إلى القاهرة ما كانش متخنن الآلي ممكن يدعى 3 مليون و 600 ألف يورو عشان يأخذوا طبيعي جدا طبيعي جدا أن العيب خارج مننا دي بهذا المبلغ لما يصاب و يرجع و يبقى نفسه يرجع الطبيعي خياله الوحيد أنه يلعب هو أنت عايزه يجذب يعني يقولك ما كنتش موفق و زعب جمهور الزمالك هو ده الصدق لكن أنتوا عايزينه يجذب عايز يطلع يبوس الشعار و عايز يقولك طول عمري كذا لا هو قال لك أنا رحت على النادي زمالك هم قالوا لي خلص نفتك و تعال لنا ما معناه يعني ما كانش متوقع النادي لكن بمجرد من نادي الآلي تواصل معاه وبمجرد ما بقى لعبا في النادي الآلي بيديني إزاي و علاقته بيا إيه و بيعمل إيه يا ناس كل ما نتكلم و نقول أنا مش مسؤول على اللعيب هو براية يديره الكلام ما هو طبعا هو ما معشور لما يتجاوز في حقه و الندي ما يعقبهش أنا مش مسؤول عن كده صحيح لكن لو هو عندي وتجاوز فينا دي الخضيب يقول له ما تخسرش جمهور الزمالك أيوه فمش هي تجاوز هذا هو الفرق طيب أنا هنا حصل ربط بقى في الحلقة دي بتاعة الكابتن أحمد حسن في موقف خالد عفتاح لعب نشر صورة مع لعب أسائل النادي الآلي وجمهوره بلفظ شديد التدني والإساءة ولم يعقب حتى الآن لا من ندي ولا من لجنة انضباط ولا من أي حاجة لم يتم استنكار ما حصلش حتى إعلامية لحد زعل من اللفظ فك خالد عفتاح لما استشعر غطبة جماهير الآلي كلها شالوا الصورة وطلع بيان بيعتزل أحمد حسن سأل مهر غريب ومعرفش إيه المناسبة إنه يقيم ده مقارنة بموقف إمام نشوفه لأنه هنا اللفظ المرفوض هو خالد صراحة عبر عن البيئة اللي عايش فيها حاليا هو البيئة اللي جواهة النادي الآهلي شاف النادي الآهلي رموزه وجماهيره بتسب وبتشتم وبيتم تأدير الناس هنا منتهى الخطأ في اللي تقاب لأنه مهر غريب كصحفي زم الكاوي لما يقول خالد عفتاح هنا عبر عن البيئة اللي فيها عبر عن البيئة اللي هو فيها فيحصل انت بتقول إيه يحصل غضبة شديدة من شريف عبدالقادر ومن علاء عزت وهنا أحمد حسن برضو لم يسيطر على الحوار لأنه كان لازم أنا المحاوية مش مسموح لحد يتكلم لا على أهلي ولا زمالي ولا أي نادي بنفذ زي كده يعني إيه عبر عن البيئة اللي هو فيها دلوقت استخدام اللفذ شي مرفوض جدا ليه لو الإحساس أو الإشعار أو الإشارة إلى أنه بيئة الأهل بتقبل الإساءة إليها وتتسامح لأنه شاف إمام هو كمل كده مهر قال لك شاف إمام عشور بعد ما غلط في رموز الأهلي والنادي الأهلي الأهلي ضمه فالرجل استسهل المسألة خلاص بقى الأهلي يقبل أي حاجة فتصرف بهذا الشكل طبعا ده شي غريب جدا أغرب من مهر غريب نفسه لأنه الربط بين الاتنين في منتهى الغرابة أنت بتتكلم على لاعب عوقب ولاعب لم يعاقب لاعب موجود عندك في الفرق دلوقتي ولاعب كان موجود في نادي آخر زي الزمالك الربط بينهم برغم وضوح وهو في نادي الزمالك مش عارف أنه حيجيه لك وبعدين يا أخي نعيز أفهم هو بس كل شيء لاي الحقيقة وستخدام نفس الأرطب بص يا أستاذ ابراهيم والله العظيم تلاتة سيناريو سيناريو منهج نفس كل مثل هيتقال هيتستخدمه بالمعنى العكسي وهذا هذا اسلوب يعني برضو أنا عاتب برضو أن تفجير المسألة أن يتعامل صراع على الهوى في هذه المعاني حوار قدم يعني هو بيحصل هنا بيحصل هنا بيحصل هنا بنفس الطريقة نقول والناس يتخانق وبعد ما يتخانقوا المطلقي بقى اللي بلبلنا أفكاره بالشيء وعكس الشيء شوهن وعيه هيد الفطور بالشيء وعكس الشيء وعكسه قتاحنا الفرصة أن المتطرفين يبقى هم اللي بيتصدروا المشهد ولكن ماشي أنا أكبرت لعيبي أنك أخطأت لأنك هنيت واحد قبل ما يعتذر قبل ما ينالعقابه وناس مستأمنه جمهورك مستأمنه أنا نبهته فاعتذره فقابلت هذا الاعتذار لأنه هو خالد نفسه ما صدرش منه وتصرف معيب لكن تصرف لكن تصرف في كل مكان ويحدث في النادي الآلي ويحدث التجاوز ويحدث الخروج عن النظام ويحدث الخروج عن المسئولية ولكن يبقى موقف النادي الرافض الرافض لهذا الخروج الرافض لهذا التجاوز الذي يعاقب وباستمرار وبلا فصال ولا مساومة هذا هو الفارق لما تيجي تقولك البيئة ومش البيئة ماشي بترد يعني أنت ماشي يا حبيبي لو عندي تاني وتالت لو خالد بقى طلع قالك كلام ده على النادي المنافس أنا متأكد النادي الاهلك كان سوف يكون حاسما بطريقة غير غير متخيلنا وهتروح بعيد ليه ايمن رجدي ايمن رجدي ايمن رجدي تاني وتالت ورابع افضل لاعب كورة طائرة في مصر في وقتها في مجلس الكابتن حسن حند وكان يرد على سباب جمهور الزمالك لقوك مطش سلة في الصلاة المغطاة في الاهل سلة ونجم الطائرة موجود في المقصورة تبادل السباب والشتائب مع جمهور الزمالك في وجود مجلس ادارة النادي الاهلي بعد المباراة مباشرة مجلس الادارة برئاسة الكابتن حسن حمدي يجتمع ويعمل ايه يشتب ايمن رجدي لانه بيشتم المنافس وجمهوره في صلة النادي الاهلي وموجود مسؤولين النادي الاهلي ولما تقال له عيب ما توقفش فلا ما تنفعش تكون في النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي اللي انتصر لقيمة الزمالك ولما هو انتصر للصحة اه يعني تفاهم ازاي يعني هو ما كان ينبغي للجمهور نشتم ايمن رجدي كابتن ايمن لكن الاهلي شاف ان ايمن وقعد ما تروحش للجمهور راح وشاعة معامل لا خلاص السلوك ده مش عندنا ايوه طيب يعني عشان المعايير دي هي دي هي دي البيئة الرياضية السليمة يا اما صعب عليهم يفهموها يا اما عارفينها لكن مصرين على لاي الحقيقة طيب زي نفس الحقيقة اللي المصاممين يلوه كوبري الدنمارك الاهلي عمل كوبري للدنمارك تكلفته 3 مليون دولار ينفع حد يعمل كده برضو مصممين برغم ان امام حكى كل حاجة وكان بينتظر الزمالك مثل هؤلاء المتشدقين اللي رفضين للحقيقة رد عليهم الكابتن محمد صلاح نجم الزمالك ومدربه السابق نشوف انا اول واحد قلت ان امام ماشي عشان يبقى كبر لنادي الاهلي الناس ما صدقتش اما راح الدنمارك اه لكن لما جي بأمان عشان كل الناس تاخد حقها لما جي رجع النادي وانا كان عز عز في النادي يعني امام عشور بعد ما جي من الدنمارك يوم هناك بس هو كان مفروض الزمالكي يخلصه من المتلاند النادي قالوا له ايه بقى روح خلص نفسك لان كان انا حاولت عدفع حوالي 4 مليون بقى مش فاكر ايه بالضبط السعر خلص نفسك مع الناجل ده واحد جي لكو فري ولما مش يتجابلكم فلوس خلص نفسه ازاي فاز يحل او بتاع فها راحل ناجل ما اطرق من الاول مش عيب لكن هو يعني شايف ان هو عن ضحى اه البيت بتاعك طردك او رفضك تخش هتعمل ايه هتوقف الشارع فورح النادي النادي التانية اخده عادي لكن انا بقول لك امام انا حضرت الكصة دي روح خلص نفسك واحنا عايزينك هو ده الكلام اللي قال له الكابتن امام في قناة النادي الاهلي وهذا الواقع والحقيقة التي حدث وما كنا نتخيل ان في فرصة ان كابتن امام يجي لنا لانه خرج بمبلغ كبير جدا واذا كنا احنا وصلنا من درجة حرصنا ان احنا نعمل كبري عشان نجيب امام بتالتة مليون وستمائة الف اولو فهذا هزيه وجهة نظارنا اذا كنت انت شايف اذا كنت انت فاكر ان هذا كبري يعني لان نعم انت فاهمها ان دي يعني اعمل كباري من هذا النوع واخد اللاعب اللي اعجبك اللي وفأك ان يعمل كبري للنادي الاه خلصت مش هتلاقي حد في النادي الاه اللي وفأك على الكلام ده ولو انك نظير الاغراءات المرعبة اللي بتحدث خارج النادي الاه قد تجد واحد انا اقول لك اللاعب اللي يخرج بهذا الاسم النادي الاه بيريح النادي الاه طب بيريح اي مكان انت ما تقدرش تجبر لعيب يصل به الامر انه خطط هذا التخطيط طب انا اقول لك حاجة الكابتن احمد مجدي سير دي باك اللي رجع على زمالك تمه سافر برا اليونان اليونان وكان ماضي اقرار انه رايح اختبار ومش هيمش ولذلك خدنا من وراء ربعمية ربعمية وستين الف يورو تعويب ورجع لنادي الزمالك كبري دا ولا مش كبري بس هو مش عايزني او عايزي روح لنادي الزمالك خلاص خلص الموضوع ما نعودش نتكلم فيه طول عمرنا بص يا جماعة ما هو يعني مبدئيا البس لهوات شائعة الكباري هو هو امام زي ما قال الكابتن محمد صلاح وما كانش في طموحه ان الاهل ممكن ياخده ولا تخيله وما تخيلش انه لا حتى قد يكون في طموحه ولكن هو مش متخيل يعني هو متخيل الزمالك اللي عبد من ورايا كده مش هيرجعني مش هيرجعني يوم الاهل اللي هو عايزني حيتفع فيه المبلغ دا صحيح اشتراه الاهل بالغالي فكان مخلصا وقدم الغالي بالجهد الغالي والنجاح الغالي دا كلام ارجو انه يكون مهم على فكرة في مناسبة الكبار وحده بقى في مناسبة الكبار في حدوتة ارجو ان الناس تهدى فيها شوية رايح بالكو شوية وتقبلوا حقيقة الكابتن امام في النادي الغالي يحصد البطولات مع النادي الغالي ويحقق النجاح مع النادي الغالي ويتفرغ فقط لمهمته مع النادي الغالي واقعودوا بقى من هنا الى الابد الابدين اتكلموا ودوروا على زرائع تهديكوا احنا مش عايزين نعيش هذي الأجواء كابتن إمام كان صريحا وواضحا بناء على نصيحة الكابتن الخطيم ما تخسارش جمهور الزمقات كان يقدر يطلع وغازل جمهور الآن زي وزي غيره ولكن عمل بالنصيحة لأن ما كان يقوله كده